بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلومة اليوم عن عنصر مهم جدا للنبات وهو عنصر الكالسيوم يعتبر عنصر الكالسيوم من العناصر شبه معدومة الحركة في التربة وبطيء الحركة جدا بداخل النبات ولذلك يفضل رشه على الأوراق وعدم إضافته مع ماء الري ويتم رشه على الأوراق في صورة نترات كالسيوم أو في صورة الكالسيوم بورون وهو الأفضل ويسمى الكالسيوم بأسمنت النبات لأنه يترسب بداخل جدر الخلايا مما يزيد من قوتها وصلابتها كما يزيد من قوة حامل الأزهار والثمار ويؤدي نقص عنصر الكالسيوم إلى ظهور تشوهات في الأوراق الطرفية أو الأوراق القمية لأنه من العناصر البطيئة الحركة حيث يظهر عليها تآكل واحتراق وتشوهات كما يؤدي نقصه إلى ظهور أو إلى تلف الثمار بظهور بقعة على قاعدة الثمار كما يظهر في الصورة هنا في ثمرة الطماطم كما يصيب ثمار الفلفل وثمار الخضروات المتنوعة وبما أنه من العناصر البطيئة فيفضل أن يتم رشه أثناء عقد الأزهار حتى يصل إلى الثمار ويمنع ظهور أعراض النقص نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر أعجبني لتشجيعنا على الاستمرار والعطاء وفي حالة وجود أي استفسار يمكنكم كتابته في خانة التعليقات شكرا لمتابعتكم